مبنى السراي هو أقدم ما تبقى من الشواهد التاريخية في مدينة بعقوبة شيد هذا المبنى في فترة الحكم العثماني على العراق وكان حينها مقراً للولاة العثمانيين المتعاقبين على إدارة شؤون الدولة ثم تحول إلى مقر للقيادة البريطانية في العراق حتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ليتعرض للإهمال منذ ذلك التاريخ ولتظهر عليه آثار تقادم السنين ما أدى لتصدع جدرانه وتشقق أقواسه هذه البناية بدأت تنتثر هذه البناية بدأت تحتضر مع العلم هي أبرز شخص لمحافظة ديالة بتاريخنا الحديث كذلك وجود بناية البريد البريد عمره أكثر ما يقارب من مئة عام البريد عبارة عن بناية خريبة وجود حالياً عندنا بيوت للعوائل اليهودية التي سكنت محافظة ديالة هذه البيوت عبارة أيضاً عن خريبة كذلك المعبد الكنيس اليهودي الموجود أيضاً أيضاً عبارة عن اندثر وما بقى من عنده أي أثر هذا الإهمال هل هو مقصود أم غير مقصود نناشد الحكومة المحلية بإيجاد حال وتشكيل لجنة لإنقاذ هذا المبنى من الهياء مناطق تراثية في بعقوبة من قبيل خانات وبيوتات تراثية مثلت حقباً تاريخية ومثلاً للتعايش السلمي بين طوائف المدينة المتعددة اندثرت معالمها أو تحولت إلى مكب للنفايات وأخرى لا زالت أطلالها شاخصة حتى الآن جهات تابعة لوزارة الثقافة تقول إن التخصيصات المالية تقف عائقاً أمام ترميم المواقع الأثرية وبقية الأبنية التراثية كونها تابعة إما للإدارة المحلية للمحافظة أو تعود ملكيتها لمواطنين محظم البنايات في محافظة ديالة مهملة بالكامل هذا بالنسبة للبناء الحكومي البناء التي الدولة وضع يدها عليه وهناك بنايات مملوكة لأشخاص بيت النقيب، بيوت أخرى تراثية معدة أو تجاوزت أعمارها فوق الماء السنة أغلبها لا تسمح الدولة ببيعها ولا هي تقبل على شراءها تؤكد مفتشية ديالة وجود أكثر من 300 موقع تراثي من خانات وقصور ومنازل قديمة في المحافظة مبدية أملها بالحصول على دعم الحكومة أو المنظمات الدولية لإعادة ترميمها والحفاظ عليها من الاندثار ويطالب مختصون بالشأن التاريخي باستقطاب مزيد من المنظمات والجامعات الأجنبية المختصة لترميم ما تبقى من الأبنية الأثرية في عموم المحافظات العراقية كونها تمثل إرثا إنسانيا وشاهدا على حضارات ما بين النهرين أحمد الرسام الحرة يالا